أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية تسيير قافلة مساعدات إنسانية للنازحين الجدد في الداخل السوري مكونة من 18 شاحنة تحتوي على خيام وبطط ومراتب ومعلبات وطحين وقال مدير مكتب جمعية عطاء التركية في محافظة شانلي أرفاء التركية أسامة الشيدون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية كونة قال إن قافلة المساعدات عبارة عن ثلث المرحوم عبداللطيف بن ناجي وتبرعات محسنين من دولة الكويت مع حلول ذكرى أعياد الكويت الوطنية في فبراير كل عام تتبادر إلى الأذهان فورا الأغاني الوطنية المميزة والراسخة في وجدان أهل الكويت بكل ما تحمله من قيم الانتماء للوطن وهو ما شكل محور حفل مال أول الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتضمن الحفل الذي أمتع جمهور مسرح عبدالحسين عبدالردى مجموعة من أشهر الأغاني وعروضا مخصصة احتفاء بأشهر مغنيي الكويت وأعمالهم الغنائية التي انتشرت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وكان لافتا تقمص عدد من الفنانين الشباب المبدعين من أكاديمية لوياك للفنون الأدائية لابا هيئة المغنين القدامى شكلا وأداءا وحضورا أمثال غريد الشاطئ وعبد المحسن المهنة وحسين جاسم وليلا عبدالعزيز